سبع سنوات مرت على اغتيال الرائد الشهيد وسام عيد ومرافقه المؤهل الشهيد أسامة مرعب سبع سنوات ولا تزال إنجازات عيد في شعبة المعلومات تتردد في كل مكان وخصوصا في جلسات المحكمة الدولية في لهاي إنجازات قتلة بسببها بعدما أرعبت مجرمي العصر بلدته دير عمار أحيى ذكرى استشهاده باحتفال أقامته في دارة والده بحضور النائب أحمد فتفت ممثلا الرئيس سعد الحريري النائب كاظم الخير ممثلا الرئيس فؤاد السنيورة ووزير العدل اللواء الشرف ريفي ومنسق تيار المستقبل في المنية بسام الرملاوي ممثلا أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري وعدد من النواب ووفد من المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفعاليات المنطقة ريفي أكد الاستمرار بمعركة تحقيق العدالة أيها الرائد الشهيد لقد كنت مثالا في الوفاء للبنان وللالتزام بقضية العدالة والحقيقة فقمت بعملك بكل أمانة وإخلاص وتوصلت مع رفاقك في قوى الأمن الداخلي وفي شعبة المعلومات إلى كشف حقيقة المجرمين الذين اقتالوا الرئيس رفيق الحريري شهيدنا الكبير كما اقتالوا باك الشهداء فكان الرد باغتيالك كي يتمسوا الحقيقة وينشروا الرعب والخوف أهدنا يا وسام ويا أسامة أن يحاكم المجرمون على جريمتهم وسيحاكمون بإذن الله إن شاء الله المشاركون في الاحتفال انتقلوا إلى مدافن العائلة ووضعوا الأكاليلة باسم كل من الرئيسين الحريري والسنيورة وريفي وقوى الأمن الداخلي وأحمد الحريري ومنسقية المني في تيار المستقبل اللهم ارحم الشهيد وسام عيد يا رب العالمين اللهم ارحم الشهيد وسام مرعب يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الشهيد وسام الحسن يا أكرم الأكرمين اللهم ارحم الشهيد رفيق الحريري يا الله اللهم وارحم شهداء لبنان أجمعين ريف انتقل بعدها والنائب خضر حبيب ممثلا الرئيس الحريري والمحامي بسام رملاوي ممثلا أحمد الحريري وأهالي الشهيدين إلى مدافن باب الرمل في طرابلس ووضعوا أكليلا على ضريح الشهيد مرعب وقرأوا الفاتحة عن روحه